فتحت التطورات المتسارعة في منطقة نهم التابعة لصنعاء والمحاذية لمارب الباب لتكهنات جديدة فيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية القادمة ففي الوقت الذي تضغط فيه الأمم المتحدة لوقف التصعيد في مداخل مدينة الحديدة بهدف الحفاظ على بنود تفاهمات السكهولم بين الشرعية ومليشيا الحوثي تبذل السعودية جهدها للحفاظ على اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية ومليشيا الانتقال بالنسبة لمراقبين فإن الإمارات تسعى لاستثمار الأوضاع المرتبكة للشرعية في عدن ونهم والحديدة لإعادة خطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للواجهة المعلنة في أغسطس 2016 والتي تنص على تشكيل مجلس الرئاسي تشارك فيه كافة القوى بما فيها مليشيا الحوثي وتعيين نائب جديد وحكومة توافقية صحيفة العرب الإماراتية أفصحت الخميس الماضي عن تبلور رؤية أوروبية أمريكية لإحياء مشاورات سلام جديدة مبنية على اتفاق سكهولم واتفاق الرياض ومبادرة كيري وقالت الصحيفة إن هذه الرؤية تنتظر موافقة السعودية والإمارات عليها تتحدث الصحيفة عن نتائج محتملة لهذه الرؤية الدولية تفضي إلى جعل المحافظات الجنوبية تابعة للمجلس الانتقالي الموالي لأبو ظبي مع بقاء المحافظات التي بيد الحوثي تحت سيطرته بينما تذهب مأرب والجوف والبيضاء لحزب الإصلاح كما تقول الصحيفة ويمنح المؤتمر الشعبي دورا في قيمة هاما ولم يحسن بعد مستقبل تعز ظهور هذه التسريبات بشكل علني من صحيفة تصنف كمعبرة عن السياسة الإماراتية الرسمية فتح المجال مرة أخرى للشكوك حول الانسحاب الإماراتي من اليمن وكشفت أيضا عن النوايا السعودية اتقاه اليمن لكن ما هو مؤكد تجاهل المرجعيات الدولية المعلنة وأن الشرعية هي الكلمة المفقودة